سيد إيهاب وبعد التحية ما هي ملامح النفوذ الفرنسية اليوم في غرب إفريقيا بدأت هذه المأساة في القرن السادس عشر حينما تدفق الاحتلال الغربي إلى القرن السوداء الغرب الذي ادعى يوما التفوق الحضاري والرقي وجه سهامه ووجه جيوشه وأساطيله إلى القرن الأفريقية منذ القرن السادس عشر نتكلم منذ 500 عام وعلى مدار 500 عام استمرت هذه المأساة وفي بداية القرن العشرين قامت القوة الأوروبية بالاتفاق على تقسيم هذا النفوذ وبين بريطانيا وفرنسا أسبانيا وبرتغال بلجيكا وألمانيا ولكن هذا التقسيم لم يسمى طويل أنه بانتصاف القرن العشرين وصعود الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على أنقاض الحرب العالمية الثانية جرى اتفاق غير مكتوب ولم يعلن إلا منذ سنوات قليلة بين واشنطن وموسكو على تشجيع شعوب ما أطلقوا عليه العالم الثالث للتحرر من الاستعمار القديم من أجل أن تضع أمريكا والسوفييت أقدامهم في هذه المناطق يعني كان نوع من أنواع استبدال الاستعمار القديم بالاستعمار الجديد لم يكن إنحياز الأمريكان والسوفييت لاستقلال الدول الأفريقية أو دول ما أطلق عليه بالعالم الثالث من الاستعمار البريطاني أو الفرنسي سوى رغبة في أن يحلوا محلهم ومع بدء هذه العملية في القرن العشرين عرفنا جميعا هذه الظاهرة بالحرب الباردة ومع ذلك استمر النفوذ الفرنسي وقدر أنه يصمد أمام كل هذه المتغيرات ويعود سبب لذلك إلى اسم واحد في حزبه هو الجنرال شارل ديجول مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة والرجل الذي ربط فرنسا بالمستعمارات القديمة بفكرة ثقافية وفكرية أطلق عليها مصطلح الفرنكوفونية المأساة التي نراها في غرب أفريقيا اليوم بدأت فصولها أو فصلها الحالي عام 2012 حينما انهارت السلطة المركزية في ليبيا 2011 وبدأ السلاح وبدأ الإرهابيين يتدفقون إلى المناطق والدول الموجودة في غرب أفريقيا ولنا هنا ملحوظة هامة للغاية أن هذا الإرهاب وهذه الجماعات وميليشيات الإسلام السياسي لم تهاجم في أفريقيا إلا المصالح الفرنسية أو المصالح الصينية أو المصالح الروسية من النادر أن تجد هذه الجماعات تهاجم مصالح أمريكية أو بريطانية ما جعل الكثير من المصقفين الفرنسيين يدركون لديهم ثقة أن هذه الجماعات تحركها أجهزة غربية أمريكية وبريطانية أو معسكر أنجلساكسون من أجل تصفية النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا كان هناك مخطط في 2014 لهذه الجماعات أن تتحت سويا سواء كنا نتحدث عن بوكو حرام أو قاعدة الجهاد في المغرب أو بعض المنظمات الإرهابية في مالي وتقوم بتأسيس إمارة وسع للغاية في غرب أفريقيا تأخذ مساحات النيجر ونيجيريا ومالي وتشاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون وبريكينا فاسو أيضا ولكن التدخل الفرنسي العسكري بدءا من 2013 و2014 تذهبوا إلى مالي إلى بريكينا فاسو إلى السنغال إلى كوتوفوار وبدء تجمع الصحراء والساحل وأيضا حدث تنسيق فرنسا مع المغرب وموريتانيا كل هذا أدى إلى انحصار رؤية أنا أراها كانت أمريكية في وقع الأمر ليه؟ فتح هذه المنطقة لإمارة إسلامية كبيرة لأن المشروع ما رأيناه من الصعود لهذه الجماعات الإرهابية فيه ما سمي بدول الربيع العربي كان يواكبه أيضا مشروع مماثل في غرب أفريقيا في هذا التوقيع الآن أصبح هناك غضب شعبي من هذا التواجد الفرنسي لأن هذا التواجد الفرنسي لم يمنع تمدد الجماعات الإرهابية فشل السياسيين وتململ وضجر المؤسسات العسكرية منها فشل السياسيين في هذه القضية فقامت المؤسسات العسكرية في هذه الدول بأكثر من حركة تصحيحية سماها وعنوانها الإعلام الدولي بأنها انقلابات وفي نهاية المطاف ونحن نقف اليوم أمام هذا المطلب البركيري ومن قبل المطلب المالي كان واضحا أن دقة ساعة انتهاء نفوذ فرنسا في هذه المنطقة وأنه تآكل إلى أسوأ وضع له وأن أشعوب المنطقة في غرب أفريقيا في غرب وسط أفريقيا لم تعد تحتمل المزيد من هذا التواجد خاصة أنه اليوم لم يعد كافيا لمواجهة الإرهاب الموجود في هذه المنطقة وأصبح من المهم للغاية أن يتم دعم الجيوش الوطنية والدولة الوطنية في هذه المنطقة وهو ما تقوم به مصر منذ عام 2014 في فكرة دعم الجيوش الوطنية في القرى الأفريقية شكرا